ما بين الماضي والحاضر مساحة واسعة احترق فيها اللون الأخضر وجفت فيها أروق الماء في كثير من دول العالم ما بين الماضي والحاضر تغير مفهوم يوم البيئة العالمي بدلا من الاحتفال به ليصبح مثار اهتمام الدول الكبرى لليقظة قبل فوات الأوان بعد أن حذرت الأمم المتحدة من التغير المناخي والكوارث الطبيعية المتلاحقة وخطرها على البيئة في العراق يأن وادي الرافدين كما تأنه أنهاره وهذا البلد الغني بالمياه ووفرتها يندب حظه اليوم نتيجة التراخي والإهمال كمسبب الرئيس فتح الباب للتغير المناخي بإلحاق ضرر حقيقي في مخزون المياه العراقية في هذه المناسبة يعلن رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية تصدي لتغير المناخ كأولوية وطنية مفصلا بالأرقام والحقائق حيث أشار إلى أن عدد سكان العراق الذي يقدر أن يبلغ في عام 2050 قرابة 80 مليون نسمة سيرفع الطلب على المياه لكن الحقيقة أن تصحر بات منتشرا في 39% من الأراضي العراقية مع مصيبة أكبر تتمثل بارتفاع العجز المائي إلى 10 مليارات وثمانمائة ألف متر مكعب بحلول عام 2035 حسب دراسات وزارة الموارد البيئية يعود هذا لتراجع مناصيب دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري إذن وبالإضافة إلى عوامل التغيير المناخي والإهمال في الرصيد المائي والزراعي وهيمنة التصحر تؤثر الانتهاكات الإيرانية والتركية على المياه العراقية تؤثر على المشهد البيئي في العراق دون وجود حلول حقيقية تنقذ العراق من جفاف شامل أو وجود حلول تواكب ما تسعى إليه دول العالم المتقدم كتدوير النفايات لإنتاج الطاقة والمعادن جرس إنذار إذن وأكثر يدق في سماء العراق أن أنقذوه قبل فوات الأوان